مشهد سياسي في المغرب سترسمه هذه الانتخابات من ألواته العتبة الانتخابية وهي نسبة الأصوات الواجب على مرشح ما الحصول عليها لنيل مقعد في البرلمان لهذا أطار قرار تخفيضها من 6% إلى 3% جدلا بين مؤيد وبين معارض حزب الاستقلال من أبرز الأحزاب الرافضة قرار التخفيض هل العتبة هي وسيلة من أجل تكتيف العمل السياسي وجعل الحكومة منسجمة قوية أم هي وسيلة من أجل تشتيت المشهد السياسي حقيقة هناك واحد الإكره من أجل إشراك كل أحزاب السياسية من أجل أن تكون في البرلمان ولكن هذه الأحزاب السياسية يجب أن تشتغل يجب أن تتواجد يوميا أن تكون على علاقة مع المواطني من أجل أن تكبر حزب العدل والتنمية قائد التحالف الحكومي أيضا يعارض تخفيض العتبة لأنها تشتت الأصوات وتسهم فيما يصفه ببلقنة المشهد السياسي غير أن حليفه الحكومي التقدم والاشتراكية يرى أنها فرصة لخلق تعددية سياسية وتوسيع لمجال التباري الانتخابي بعض الفصائل اليسارية التي تروج أفكار مهمة التي في تقديرنا يتعين أن تكون موجودة داخل المنسى ستعوض أن تكون موجودة فقط في الشارع ولذلك أمر لا يهمنا بشكل مباشر نحن نتجاوز عتبة 6% أما من يدافع أكثر عن تخفيف العتبة فهي أحزاب توصف بالصغيرة فمن شأن التخفيض منحها فرصة الحضور في مؤسسات البلاد الرسمية والتشريعية بعيدا عن الاستقطاب الحزبي الثنائي الذي ظهرت بوادره بين أكبر منافسين وهم العدل والتنمية والأصل والمعاصرة أما قضية العتبة دفاعا أو رفضا فهي تعكس نوع من الأنانية الحزبية ونوع من الأنانية السياسية بين أحزاب تعتبر نفسها كبرى وأنها قد تستفيد من رفع درجة العتبة وبين أحزاب صغرى قد تجد في هذه العتبة عائق يحول دون وصولها إلى المؤسسة البرلمانية ويتوقعوا مراقبون أن يسهم قرار تخفيض العتبة ولأول مرة إلى إمكان فوز أحزاب سياسية يسارية وعلى رأسها في ديرالية اليسار الديمقراطي وهي أحزاب رغم صغرها إلا أنها تحضى بشعبية لكن التقسيم الانتخابي ونظام العتبة سابقا حال دون وصولها إلى قبة البرلمان 32 حزبا سياسيا يخوضون المنافسة لنيل 395 مقعدا في البرلمان في نظام انتخابي لا يسمح بحصول حزب ما على الأغلبية المطلقة بل بتحالفات موجبة لهذه الأغلبية فيما تخفيض نظام العتبة والدوائر الانتخابية يزيدان من استحالة حصول حزب ما على الأغلبية بوصف مراقبين وسياسيين على حد سواء فاطمة بوغنبور الحرة الرباط ترجمة نانسي قنقر